بينما يحاول أطراف العملية السياسية انهاء صراعهم المتواصل منذ أسابيع حول ثمان حقائب شاغرة في حكومة عادل عبد المهدي انفجر خلاف آخر عنوانه منصبي المحافظ في العاصمة بغداد والبصرة ولا توجد حتى الآن مؤشرات بشأن انفراج الأزمة السياسية واستكمال التشكيلة الوزارية ليأتي تصاعد الخلاف بشأن اختيار محافظي بغداد والبصرة ويعكس وجها آخر للأزمة السياسية فبعد أنفاز كل من محافظ بغداد عطوان العطواني ومحافظ البصرة أسعد العيداني بعضوية البرلمان دون أن يؤديا اليمين القانونية استمرا يمارسان عملهما كمحافظين لكنهما يحجزان مقعدين في البرلمان في مجلس محافظة بغداد تمكنت كتلة الإصلاح من انتخاب فاضل الشوالي محافظا جديدا للعاصمة ينتمي إلى التيار الصدري لكنه يواجه إشكاليتين الأولى عدم تقديم المحافظ السابق المنتمي لتحالف البناء استقالته ليلتحق بالبرلمان والثانية إعلان شمول عضو المجلس الذي ترأس جلسة الانتخاب بإجراءات المساءلة والعدالة أما في البصرة فقد فشل مجلس المحافظة في عقد جلسة كاملة النصاب لانتخاب رئيس جديد للمجلس ومحافظ بديل لأسعد العيداني المتهم بقمع التظاهرات السابقة هذا الأخير رفض إخلاء المنصب مما أدى إلى خروج احتجاجات عارمة حاصرت مبنى مجلس محافظة البصرة ومنعت الأعضاء من الخروج مطالبين بعدم انتخاب الفاسدين الأزمة بدأت عندما تحول المحافظ أسعد العيداني من تحالف النصر إلى تحالف البناء عقب فوزه بمقعد في البرلمان مما جعل كل الطرفين يدعي أن المنصب من حصته وهكذا فقد بات واضحا أن جبهتي الصراع توظفان الشارع من أجل حسم الخلاف على المناصب سعيا منها لمزيد من الهيمنة على العاصمتين الإدارية والاقتصادية ويقول مراقبون أن الصراع على المناصب هو في حقيقته صراع على مواقع النفوذ التي يمكن من خلالها كسب المزيد من الغنائم وما حدث هو تجسيد لاستمرار ماكينة الفساد في عملها استعدادا للمرحلة المقبلة ترجمة نانسي قنقر